أكدت المفوضية العلية المستقلة للانتخابات عدم إمكانية تقديم الطعون بشأن نتائج الانتخابات النهائية مبينة أنها سترسل أسماء الفائزين والخاسرين إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها موضحة أن أسماء الخاسرين سيتم المصادقة عليها بسبب ارتباط جزء منهم بوظائف حكومية ووزارية من أجل استمرار عملهم دون العمل النيابي وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمان الغلاي أن قرار الهيئة القضائية بشأن نتائج الانتخابات والطعون المقدمة بات وملزم لجميع الأطراف ولا رجعت فيه مثل ما لا يحق لأي طرف الاعتراض أو تقديم الطعون بشأن نتائج الانتخابات كونها نهائية من قبل مجلس المفوضين وتم النظر بجميع تفاصيل الطعون اشتركوا في القناة